بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستكمل اليوم إن شاء الله في الدرس الثاني ما تحدثنا عنه في الدرس الأول عن مقدمة وتعريف عام بالملصقات وأيضا ما هي الملصقات العلمية الأكاديمية وكيف تختلف عن غيرها من الملصقات الأخرى تطرقنا كذلك لبعض الأمثلة واليوم بإذن الله سنستكمل الحديث عن العناصر الأساسية التي يفترض أن تكون في أي ملصق علمي ناجح يعني رح نتكلم اليوم عن المحتوى إن شاء الله أيضا ما يعدد الكلمات المقترحة أو المثالية أحجام الخطوط المقترحة وأنواعها سنستعدل أيضا بعض الأمثلة وأيضا نصائح قبل مرحلة التصميم رح تكون عندي إن شاء الله أكثر من مرحلة مرحلة قبل التصميم ومرحلة التصميم يعني أثناء ما إحنا بنصمم الملصق العلمي وأيضا نصايح لمرحلة ما بعد التصميم اللي هي عندما يبدأ عندما خلاص إحنا بعد ما صممنا الملصق رايحين الآن المؤتمر أو الملتقة أو أي مكان إحنا رح نشارك فيه بمرصقنا حتى نتحدث عنه يعني ستكون مرحلة الإلقاء إلقاء الملصق العلمي الآن رح نتحدث عن العناصر الأساسية في الملصقات العلمية العناصر تشبه إلى حد كبير المحتوى اللي بيكون لأي أسايمنت أو كورس وورك يعني أي تكليف بحثي أكاديمي بيكون عندنا مثلا في الجامعة أو بيكون عندي طبعا العنوان الرئيسي رح نتحدث عنه بالتفصيل بعد قليل العنوان الرئيسي شيء جدا مهم لأنه هو اللي بيلفت أحيانا الجمهور أو القراء اللي ملصقنا في حال إحنا اخترنا عنوان ممل وغير جذاب ممكن أنه يعني يعطي انطباع غير جيدة أحيانا على الملصق رح نعمل تدريب عملي على هذا الشيء إن شاء الله ورح نشوف كيف ممكن نعيد كتابة العنوان الرئيسي بما أنه اللي بيكون بخط الكبير أكبر خط عندي حيكون عندي كل عنوان الرئيسي فأنا عند العين على طول بيتيجي على فين على المين تايتل أو اللي هو العنوان الرئيسي للملصق لذلك هو مهم جدا رح نتكلم أيضا عن حجم الخط المفروض اللي يكون عندي في العنوان الرئيسي نيجي للعنصر الثاني عندي عند الانترو دكشن طبعا أنا حتكلم بالمصطلحات باللغة الإنجليزية واللغة العربية في حال بعضكم ممكن كان بيعمل البحث سواء باللغة هذه أو باللغة هذه الانترو دكشن اللي هي طبعا مقدمة البحث لازم لازم يكون عندي مقدمة للبحث حتى الشخص أو الناس لما تيجي تقرأ ملصقي تفهم بحثي هذا بيتكلم عن إيش طيب في حال أنا مثلا كنت ما أبغى أقول مثلا مقدمة البحث مثلا أبغى أقول background يعني خلفية عفوا المفروض هذه تكون هنا طبعا لازم يا جماعة نحط في بالنا أنه كل بحث يختلف عن الآخر والأمر في نهاية المطاف يعود إلى الباحث في اختيار العناوين الفرعية الملائمة لبحثه سواء كنت تبتقوله introduction صحيح سواء كنت تبتقوله مثلا background يعني خلفية أو خلفية عامة أيضا صحيح سواء كنت تبتقوله مثلا overview أيضا معناتها خلفية عامة برضو صحيح تبتقوله الغرض من البحث مثلا الغرض من الدراسة اللي هو الـ purpose أيضا صحيح ممكن أحيانا يكون عندكم الشيان مع بعض ممكن في البداية يكون عندكم مقدمة البحث الـ introduction والفقرة اللي بعدها مثلا بتكون الـ purpose اللي هي الغرض من الدراسة أو ما هو سبب الدراسة هذه لكن نقول الغرض من البحث هو أفضل الغرض من البحث أو الغرض من الدراسة العنصر الآخر المهم عندي كذلك الـ aims and objectives اللي هي أهداف البحث أو أقول مثلا باللغة العربية أهداف الدراسة سواء قلت أهداف البحث أو أهداف الدراسة كلها صحيحة طبعا يعني يعتمد زي ما قلت لكم من البحث إلى آخر الأمل يرجع للباحث في اختيار العناوين الفرحية الفرحية بما أنها في النهاية بتؤدي نفس الغرض بعد ذلك بيجي عندي materials and methods أو مثلا ممكن أقول approaches على سبيل المثال باللغة الإنجليزية اللي هي بالعربي طرق جمع البيانات أنا مثلا لأنه تخصصي حاسب آلي أنا مثلا ما أحتاج أقول كلمة materials أنا عندي مثلا برامج باستخدامها softwares فأنا أقول عندي في هذه الفقرة أننا دائما نقول أننا في الكمبيوتر في الغالب tools and methods مثلا لناس من تخصصات أخرى ما يناسبهم يقولوا مثلا كلمة tools ممكن يقولوا مثلا methodology فزي ما قلت لكم يعتمد أنتم إيش حابين تستخدموا بما أننا المهم في هذه الفقرة نحن بنصف طريقة جمع البيانات كيف نحن نفذنا هذا البحث أجب بعد كده عندي results أو finding اللي هي النتائج طيب ممكن بعضكم يقول أنه أنا والله مثلا بحثي جديد أو أنا دوبي بادة في البحث وما عندي نتائج هل ينفع عم المرسق علمي؟ نعم ينفع ليس شرطا أنه يكون عندي نتائج أو finding ممكن مثلا نخليها النتائج المتوقعة أو اللي هي future works مثلا بالانجليزي ممكن مثلا نقول expected results أو future works اللي هي مثلا النتائج المتوقعة أو مثلا الخطة المستقبلية ممكن نستعيد عنها بهذه الفقرة اللي هي results أو finding في حال ما كان عندنا نتائج في الأخير طبعا حيكون عندي مثلا summary ممكن أقول summary هو ملخص مثلا ما أبغى أقول لمصطلح summary ممكن أكون مثلا conclusion هي الخاتمة برضو صحيحة ممكن مثلا أختم بالdiscussion بمناقشة برضو صحيح يعتمد زي ما قلت عليكم حابين تحطوا discussion وبعدها خاتمة أو بعدها summary برضو صحيح يعتمد التقسيم من بحث إلى آخر المهم عندي الآن أنه في المناقشة أو في الخاتمة أنه أنا جاي أبلخص البحث هذا عندي أتكلم عن إيش النتائج عندي طلعت بإيش ممكن أقول مثلا والله عندي الطريقة الأولى يعني جات بنتائج أفضل من الطريقة الثانية فأحنا نناقش في قسم الdiscussion أنه كيف كانت عندي النتائج كيف كان عندي البحث توصلنا إلى ماذا فطبعا حتى ننتبه أنه في قسم المناقشة والخاتمة ما نعيد الكلام اللي قلناه في مقدمة البحث لأننا في العادة هنا في background أو في الintroduction ما بناقش النتائج كثير فإن أنا أتكلم عن هذا النقطة نتكلم عنها إياه في الكونكلوجين أو في الديسكشن أيضا طبعا يفضل أن أحط قائمة المراجع طيب هل إيش الفرق مثلا ما بين قائمة المراجع والاقتباس؟ قائمة المراجع اللي هي list of reference الاقتباس باللغة العربية اللي هو نفسه citation اللي بيكون جوة الparagraph نفسها جوة نفس المحتوى جوة كل بارagraph أنا مثلا بحط آدم 2015 ممكن أنا يعني خلاص أكتفي بالcitation اللي هو الاقتباس وما أحط قائمة المراجع أنا أفضل لكم تحطوا واحدة منها ما أشوف أنه في إداعي تحطوا citation وكمان تحطوا قائمة المراجع في حال حطيته مراجع يكفي في حال عملته اقتباسات في وسط المحتوى برضو يكفي طيب ممكن تقولوا مثلا أنا كم عدد المراجع اللي المفروض أحطها أنا أشوف مثلا من أربع إلى خمسة مراجع يكفي الأولوية لأكثر المراجع استخداما أو أهمية لديكم في البحث حطوها في قائمة المراجع طيب نيجي للشكر والتقدير اللي هو الacknowledgement هذا طبعا option الاختياري في حال مثلا عندكم جهة دعمة بحثكم على سبيل المثال ماديا ممكن تحطوا لهم شكر وتقدير هنا لكن ما في داعي بشكل عام في المرصق أنه أنتوا تشكروا المشرف وتشكروا الأهل وتشكروا كذا زي ما احنا مثلا بنعمل في رسالة الدكتوراه أو في بحث الماجستير هنا الأمر بيختلف تماما ممكن أحيانا مثلا أكون أنا على سبيل المثال من قسم الطب ورايح مثلا أقدم بحثي في مؤتمر معين مؤتمر عالمي ومثلا وزارة الصحة نفترض أنها دعمتني ماديا بمبلغ كبير فممكن أنا في المنصق الآن أكتب لهم شكر أنه أبين أن هذه الجهة دعمت بحثي والله مثلا كان لها فضل بعض الله في مثلا دعمها دعمي بشكل مادي بالمواد اللازم أو كذا لكن في حال ما كان في داعي ليس من الضروري أن يضع عندنا شكر وتقدير وطبعا برضو أنتم ممكن تتناقشوا مع مشرفكم الدراسي بخصوص هذا الأمر في حال كان لديكم مساحة كان عندكم فراغ في النهاية بعد قائمة المراجع لقيتوا أن عندكم مساحة ممكن تحطوا مثلا فقرة اسمها أو عنوان فرعي useful links أو for further information يعني بالعربي روابط إضافية أو مصادر للاستزادة هذه طبعا ليست قائمة المراجع بتختلف قائمة المراجع اللي هي بتكون المراجع الأكاديمية مثل الأوراق العلمية المنشورة في المؤتمرات والمجلات العلمية المحكمة اللي هي استخدمناها بشكل مباشر عندي في البحث تحطت قائمة المراجع لكن مثلا أنتوا لقيتوا على سبيل المثال مقطع تعليمي في اليوتيوب أو مثلا مقالة عادية كده في الانترنت فحبين والله أنه عندكم مثلا الجمهور يستفيد منها فإنتوا ممكن تحطوا هذه الروابط حتى يستزيد منها القارئ في هذه الفقرة مثلا أقول useful links أو أقول مثلا for further information زي ما قلنا أنتوا التسمية ترجع لكم لكن هذا أفضل شيء ممكن أقول روابط إضافية أو مثلا مصادر للاستزادة أو مواقع للاستزادة طيب نيجي الآن لعدد الكلمات المثالي أو المقترح أحب أقول هنا أنه ليس شرطا الالتزام بعدد الكلمات المذكور هنا لكن هذه طبعا اجتهادات من بعض المراجع جمعتها لكم في حال حبيتوا تزودوا عليها شوية أكيد طبعا الأمر ما رح يأثر على جودة الملصق لكن نحاول رح نتكلم إحنا طبعا على الموازن إن شاء الله ما بين النص وما بين الصور يعني هو زي ما بنقول المثل بالعربي خيرو الكلام ما قل ودل فالاختصار عندي جدا مهم في الملصق يعني أنا أبغى أوصل المعلومة بشكل مباشر فأحد المراجع بيتقول أنه الملصق كله على بعضه النص المستخدم فيه ما يكون أكثر من ثمومائة كلمة ننتوزعها موزع لشكل الثالي طيب بيقولوا النترودوكشنة والمقدمة ما تزيد عن مية وخمسين ومية وخمس وعشرين كلمة في حال حبيتوا تزيدوا شوية طبعا أكيد ما في مانع بالنسبة للميثدولوجي أو اللي هي الطرق جمعة البيانات بيقولوا المفروض أنها ما تزيد عن مية وخمسين كلمة في الميثدولوجي في الميثودز في حال قدرتوا إنكم تحطوا مثلا آيكونز يعني صور بدان الكلام يكون أفضل. كل ما قدرنا نحول النص المكتوب إلى صورة مرئية إلى شيء visual بيكون أفضل. ورح أعبركم مثال على هذا الشيء. طيب بالنسبة للنتائج ما تكون أكثر من 250 كلمة والكونكلوجين أو اللي هو الديسكشن ما يكون أكثر من 150 كلمة. طيب الآن رح أعبركم مثال حتى نشوف التقسيمات هذه اللي إحنا اللي أنا تكلمت عنها. طيب حاب أوريكم بعض المنصقات العلمية اللي أنا صممتها قبل عدة سنوات عشان أبغى أبغى أمشي معاكم مرحلة مرحلة حتى تشوفوا كيف أنا عندي المحتوى بدأ يكبر وأكثر فأكثر هذا المنصق العلمي صممتها لما أنا كنت في سنة أولى من مرحلة الدكتوراه فلذلك أنا أخترت أني أصممه بشكل طولي حتى ما عندي يعني أنا كان لسا نتائج كثيرة وكذا فصممته بشكل طولي حتى ما يأخذ مساحة كبيرة. طيب هذا المثال بالنسبة لك زي ما شاهدين عفوا شاهدين التقسيم الرئيسي هنا للمنصق أول شي عندي في الوسط بخط كبير بيكون عندي أيش عنوان المنصق العنوان الرئيسي وينصح للعنوان الرئيسي أنه ما يكون أكثر من ثلاثة أسطر غير كده ترى ح رح يشويها المنصق وراح يكون صعب ومزعج القراءة لو قدنا نختصر فيه قد ما نقدر بيكون أفضل ملاحظة أخرى بالنسبة للعنوان الرئيسي ليس بالضرورة أنه أنا مثلا والله أنا في رسالة الدكتورة طبعا زي ما أنتم عارفين أنه مثلا بحث الدكتورة كبير جدا أنا ممكن الآن في المنصق هنا جرسة بتكلم على جزئية معينة صغيرة فما في داعي أنه أنا حط العنوان الرئيسي الكامل لكل رسالة الدكتورة هنا فأنا حط هنا مثلا عنوان يخدم غرض المنصق هذا يعني النتائج اللي أنا جالسة أتكلم عنها هنا فمهم جدا أنه عنوان المنصق يعكس المحتوى اللي عندي هذه نقطة النقطة الثانية عندي أسماء الباحثين وأيضا اللي هي مثلا الكلية واسم الجامعة في العادة بتيجي على طول بخط أصغر طبعا تحت العنوان الرئيسي هنا لكن أنا تبعا للتصميم والديزاين التمبلت لنا مستخدمته جات هنا في اليمين وهذا الشي برضو صحيح بعدا طبعا حطيت الانترودكشن بعدين حطيت الامزان وبجيكتفز اللي هي أهداف الدراسة والبحث جيت هنا بعدين عندي طبعا حطيت هذه عندي واحدة من مراحل البحث فقمت حطيتها على شكل رسمة زي ما أنتو شايفين هذه الرسمة أنا رسمتها ومو ضروري على فكرة أن كل الرسومة البيانية أو الرسومة التوضيحية اللي بتكون موجودة في البحث الأساسي ممكن أنتو مثلا تعملوا بعض الرسومات مثل هذه بما يخدم غرض الملصق وتحولوها إلى شيء مرئي فهذه الرسمة عندي توضح الخطوات جيت بعدين هنا مثلا حطيت مثال أنا عندي في بحثي بشتغل في البيانات المخطية في الصور زي ما ذكرت لكم هنا أنا أخفيت صورة الموناليزة داخل هذه الصورة وطلع عندي صورة ثالثة طيب أنا هنا كان عندي نقطة قوة ترى بعد الأبحاث أحيانا خصوصا الأبحاث الطبية أو أبحاث مثلا أحيانا زي عندي أنا التخصص يعتبر أيضا في المش بروسسينج اللي هو معالجة الصور فعندنا أصلا الصور كثيرة فهذا الشي أنا ممكن أستغله حتى أنا أقوي بحثي وأقوي ملسقي إنه هو يكون والله يلفت انتباهها الجمهور أنا كان بإمكاني مثلا إني أستخدم والله هنا صورة شجرة صورة بيت صورة كرسي لكن هذه الصور رتيبة ومملة يعني ما راح تجذب يعني أنظر الناس فأنا اخترت عمدا نحط صورة الموناليزة هنا حتى أبغى من ناس تجد تسألني إنه أنت لاحظت صورة الموناليزة إيش بتسوي ومن هنا كان بيبدأ فتح باب النقاش ما بيني وبينهم حتى أنا أدخل لبحثي وأتكلم عن إيش طيب بعدين حطيت هنا مثلا testing and analysis بدل مثلا محطة results كتبت إنه هنا هنا كان عندي يعني اختبرت جزئية بسيطة جدا فاتكلمت عنها هنا في قسم الاناليز بعدين كان عندي conclusion وحطيت بعض المراجع الكونتاك طبعا جدا مهم إنكم تحطوا إيميل لكم حتى مثلا إذا أنتم ما كنتوا وقفين عند البوستر ممكن الناس ياخدوا إيميل لكم يتواصلوا معاكم الناس المهتمين في بحثكم يتواصلوا معاكم حتى والله يفتحوا مثلا نعطوكم اقتراحات ممكن يبغوا منكم مساعدة معينة عواما إلى ذلك فالإيميل المجدد المهم أنه يكون موجود لأنكم تحطوا فوق جنب أساميكم إذا كان في مكان أو تحطوا هنا تحت مثلا تكذبوا كونتاكت طبعا بالنسبة للشعارات أنا بحط شعار جامعتي الجامعة اللي بدرس فيها حاليا لازم تحطوا شعار الجهة اللي أنتم بتمثلوها سواء كان الجامعة سعودية وجامعة بريطانية بعدين أنا ليش حطت شعار جامعة إمبيريال كوليج اللي في لندن عشان هذا البوستر رح تشاركت فيه عندهم هناك في ملتقة ليس بالضرورة أنتم تحطوا الشعارين المهم أنه أنتم تحطوا شعار الجهة اللي تمثلوها لكن أحيانا عشان ما تتلخبطوا عشان الناس ما يتلخبطوا أنتم من دي الجامعة ممكن تحطوا جامعاتكم الأساسية فقط في حال أن الجهة المستضيفة طلبت منكم بإضافة بعض الشعارات ساعتين تضيفوها تشوفوا فين لها مكان مناسب لكن هام شي نحن زي ما قلنا نحط شعار إيش الجهة التي ننتمي إليها هذا المنسق الحمد لله أنا أخذ عليه جائزة أفضل تصميم من المنظمة الحاسبة الآلي البريطانية وهذه المسابقة وقيمة عندنا في الجامعة ما بين جامعة كوفينتري وجامعة واريك الموجودة أيضا في مدينة كوفينتري والحمد لله أنا أخذ جائزة عليه طيب نحوريكم المثال الثاني بعد قليل بعد ما نكمل البرزنتيشن حتى بغاكم تشوفوا كيف إحنا أو كيف أنا تدرجت في إثراء المحتوى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر